اللي أنا بقوله كابتن إيه إن إحنا بيقول أخطاء التحكمية حنكلم فيها كابتن إسلام لا 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 هو البعض بيقول يعني نتكلمش بخطاء التحكمية اللي حصلت معنا السنتين اللي فاتوا طيب أقول لك يا مفاجر كابتن بس عشان الناس بس يعني مش مجال من أنا اللي قال هو الناس بعد فاكر الناس اللي قال لك لما خسر مباراة مثلا على سبيل إنسان عندي مباراتين مثلا في الدوري المسلمين المقاتل المباراة بترده بونت صح؟ صح أنا أقول لك أنا من خلال مراجعاتي للجدول لقيت إن الأهلي ما كانش بيخسر ثلاثة بونت كابتن إسلام الأهلي كان بيخسر ستة بونت بمعنى بمعنى إيه حندينا ماتش من الماتشات النادي الأهلي خسر فيه اتنين سفر وهذا المباراة النادي الأهلي كان هناك لعب يستحق البطاقة الحمرة في ديئة اتناشر من شروط الأولين أنا النهاردة النادي دوت لما كسب اتنين سفر هو إيه؟ النادي الأهلي خسر ثلاثة بونت والنادي ده كسب ثلاثة بونت لأنه كان بينافس وبالتالي ثلاثة وتلاثة ستة بونت مش ثلاثة بونت في بعض الأندية استفادت من أخطاء التحكيم النادي الأهلي لم يستفيد من أخطاء التحكيم بل بالعكس المنافسين استفادوا واستفادوا مش ثلاثة بونت بس لا استفادوا ستة بونت فبنكلم النهاردة إيه؟ عشان نبدأ التحكيم كويس وعشان تبقى الأمور مشة بشكل كويس لابد أن البداية تكون صحيحة حكاة الإسلام نتكلم على لجنة الحكام تدير الفترة اللي جاية ولجنة الحكام تكون فعلا بتشتغل جابت الإسلام نبعد عن اختيار المجملات فيش كلم ده؟ عاوزين الناس تشتغل بشكل جدي وتختار الحكام اللي هي هتبتدي تشتغل في الفترة اللي جاية تشتغل في الفترة اللي جاية